تعد الزراعة أكبر المهن على وجه الأرض حيث تشغل نحو 40% من المساحة وتستهلك نحو 70% من الموارد المائية و30% من المحميات الخضراء في العالم وفي سياق السياسات البيئية العالمية تتجه الدول أكثر فأكثر نحو الاعتماد على الزراعة المستدامة ويقوم علم البيئة الزراعية على استخدام أحدث الممارسات الإبداعية القائمة على العلم لتحقيق أقصى قدر من الانتاجية بأقل قدر ممكن من الأضرار البيئية ويوفر هذا النظام مساحة للمزارع من جميع الأحجام مما ينتج مجموعة متنوعة من الأخذية المعدلة وفق الظروف المحلية والأسواق الإقليمية وبناء عليه تتحقق الاستدامة في الزراعة من خلال مراعاة تحقيق المردود الاقتصادي ثم خلق وابتكار نظم اجتماعية جديدة وتاليا في البعد البيئي من خلال الحفاظ على البيئة وتنوعها أما ممارسة الزراع المستدامة فتقوم على تنمية التنوع البيئي إضافة إلى الحفاظ على الأرض وجودة التربة وحسن إدارة مصادر المياه واستهلاكها كما تشمل مبدأ تناوب المحاصيل والتنوع وتعتمد أيضا على زراعة محاصيل الغطاء الأخضر أي في أوقات المواسم التي تترك فيها التربة عارية الأمر الذي يحمي صحة التربة ويمنع التعرية ترجمة نانسي قنقر